استكمالا لما بدأناه في المحاضرة الماضية نستكمل الحديث عن مسك الدفاتر التجارية ودعونا نتحدث عن انتظام الدفاتر التجارية فما المقصود بانتظام الدفاتر التجارية؟ لكي تعتبر الدفاتر التجارية حجة في مواجهة موظف الدخل والزكاة ولكي تعتبر الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات يستطيع ان يستخدمها التاجر للإثبات لمصلحته ضد غيره من التجار الآخرين لا بد من ان تكون الدفاتر التجارية منتظمة معنى ان كون الدفاتر التجارية منتظمة اي انها يتوافر فيها الشروط القانونية فما هي الشروط القانونية التي يلزم توفرها في الدفتر؟ اول هذه الشروط ان تكون صفحات الدفتر كلها مرقمة ثانيا ان يذكر مجمل عدد صفحات الدفتر وان يتم تختيم اول صفحة واخر صفحة واجمال عدد صفحات الدفتر كذلك يجب ان يخلو الدفتر من اي شط او قشط او تهميش او تحشير ويجب على التاجر ان يفتح صفحة لكل يوم ولا يؤيد في هذه الصفحة الا البيانات التي تخص هذا اليوم فقط واذا حدث ان ورد بيان على سبيل الخطأ او اكتشف خطأ اي بيان سبق ان دونه في احد الصفحات فلا يقشط او لا يشطب هذا البيان وانما يأتي في الصفحة التي تم اكتشاف خطأ هذا البيان فيها ويصحح هذا البيان ويشير الى رقم الصفحة وتاريخ اليوم الذي ورد فيه البيان الخاطئ فاذا توافرت جميع هذه الشروط في الدفتر التجاري كان الدفتر التجاري منتظما متوافرا في الشروط القانونية ويصلح لان يكون حجة في مواجهة موظف الدخل والزكاة ويصلح ان يكون حجة وسيلة للازبات مدة الاحتفاظ بالدفتر الزمى المنظم السعودي في القانون النظام التجاري التاجر بان يحتفظ بدفتره لمدة عشر سنوات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل مدة الاحتفاظ بالدفتر هذه مدة العشر سنوات هذه هي مدة احتفاظ ام مدة تقادم للحقوق الواردة او البيانات الواردة في الدفتر لكي نجيب على هذا السؤال يجب ان نوضح ما الفرق ما بين الاحتفاظ والتقادم التقادم معنى التقادم اي سقوط الحق في المطالبة القضائية بدين معين والتقادم هذا له انواع فهناك تقادم حولي وهناك تقادم سلاسي وهناك تقادم خماسي وهناك تقادم طويل المقصود بالتقادم الحولي وهو الديون الذي تتقادم بمرور سنة عليها من امثلة هذه الديون دين النفقة ودين الاجرة فاذا سكتت امرأة عن المطالبة بنفقة زوجية مدة طويلة لا يجوز ان تطالب بمتأخر نفقة الا عن سنة واحدة لانه لا يعقل ان تجلس امرأة واولادها بدون اكل او شرب او انفاق اطول من مدة سنة فاذا حدث وكانت في الحقيقة هي سكتت عن ذلك اكثر من سنة فيعتبر الفترة الزائدة عن السنة اما انها قد تنازلت عنها او انها قد تقادتها بالفعل فهذا هو التقادم الحولي اما التقادم السلاسي هو جميع الديون التجارية اذا سكت التاجر عنها مدة تزيد على ثلاث سنوات فلا يجوز ان نطالب بها بعد ذلك لان الحياة التجارية تتسم بالسرعة ولا يعقل ان يسكو التاجر عن استيفاء ديونه التجارية مدة تزيد عن ثلاث سنوات فاذا سكت عنها اكثر من ثلاث سنوات فيفترض اما انه تنازل عنها او انه قد استوفاها بالفعل ويسقط حقه في المطالبة القضائية بهذه الديون اما التقادم الخماسي فمثاله الديون المستحقة لمصلحة الدخل والزكاة فاذا سكتت مصلحة الدخل والزكاة عن المطالبة بدين قانت قد ربطته على احد الممولين لمدة تزيد عن خمس سنوات فلا يجوز لها ان تأتي بعد ذلك وتطالب بهذه المبالغ بعد مرور هذه الفترة مطالبة قضائية لان ساحقها في المطالبة سقط بالتقادم اما التقادم الطويل فهو بمرور فترة خمسة عشر عاما وهذا في الديون المدنية العادية اذا سكت شخص على المطالبة بحقه طيلة فترة خمسة عشر عاما فلا يجوز له بعد مضي هذه الفترة طويلة ان يطالب به مطالبة قضائية نعود مرة اخرى للسؤال الذي كنا قد بدأناه وهي مدة العشر سنوات التي الزمن منظم السعودي التاجر ان يحتفظ فيها بالدفتر هل هي مدة تقادم ولا مدة احتفاظ في الحقيقة هي مدة احتفاظ وتتقادم الديون التي المزبوطة في الدفتر بمدة التقادم العادية لها سواء كان تقادم حولي او تقادم سلاسي او خماسي او تقادم طويل ننتقل الى الاثار المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية ما الحكم اذا لم يقوم الشخص بمسك دفاتر تجارية او مسك دفاتر تجارية غير منتظمة لا تتوافر فيها الشروط القانونية في الحقيقة هناك عقوبة وهي الغرامة التي يكون حدها الادنى خمسة الاف ريال وحدها الاعلى خمسون الف ريال الى جانب الغرامة يفقد الشخص الميزات التي تترتب على مسك دفاتر تجارية منتظمة وهي انه لن يكون لديه حجة في مواجهة موظف الدخل والزكاة وفي حالة افلاسه يكون متهم بانه مفلس بالتدليس او مفلس بالتقصير ولن يكون لديه وسيلة للإزبات في مواجهة غيره من التجار ولن يستطيع التعرف على مركزه المالي الحقيقي حجية الدفاتر التجارية في الإزبات لكي نتحدث عن حجية الدفاتر التجارية في الإزبات لابد ان نفرق ما بين امرين الامر الاول وهو استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإزبات لمصلحة التاجر الامر الثاني وهو استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإزبات ضد مصلحة التاجر وفي البداية نريد ان ننوه عن امر وهو ان استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإزبات سواء لمصلحة التاجر او ضد مصلحة التاجر هذا مخالف للاصل العام حيث ان الاصل العام انه لا يجوز شخص ان يخلق ضليل لنفسه فلا يجوز لشخص أن يقول أنه يدين فلان الفلان بمبلغ كذا وسند إثباته في هذه الحالة يخرج ورقة من جيبه ويكتب فيها أنه يدين فلان الفلان بمبلغ كذا كذلك لا يكبر الشخص على تقديم ضليل ضد نفسه فلا يكبر الشخص على أن يكتب ورقة بأنه مدين لفلان بمبلغ كذا هذا هو الأصل استثناء على هذا الأصل يجوز استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات سواء لمصلحة التاجر أو ضد مصلحة التاجر ودعونا نتحدث عن هذا الأمر بشيء من التفصيل فاستخدام الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر نفرق فيها ما بين حالتين استخدام الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر ضد تاجر مثله وفي هذه الحالة يجوز استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإزبات لمصلحة التاجر ضد تاجر مثله بشرط أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة أي متوافر فيها الشروط القانونية بأن تكون مرقمة صفحاتها ومختوم على أول صفحة وآخر صفحة ومختوم على إجمال عدد صفحات الدفتر وأن يكون الدفتر خالي من أي شطب أو تهميش أو قشط أو تحشير أما الأمر الثاني أو الفرضية الثانية وهي استخدام الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر ضد شخص مدني عادي وفي هذه الحالة لا يجوز استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإزبات لمصلحة التاجر ضد شخص مدني عادي لأن الشخص المدني العادي لا يملك دفتر تجاري يثبت فيه عكس ما أثبته التاجر في دفتره أما الفرضية الأخرى وهي استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات ضد مصلحة التاجر فسواء كان استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات ضد مصلحة التاجر لمصلحة تاجر مثله أو لمصلحة شخص مدني عادي يجوز استخدام الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات في هذه الحالة ولا يشترط أن يكون الدفتر التجاري منتظم لأننا لو اشترطنا أن يكون الدفتر التجاري منتظم لاستفاد المهمل من اهماله لان التاجر المهمل هو الذي شطب او قشط وهو الذي جعل دفتره التجاري غير منتظم كذلك يمكن للتاجر ان يتخلص من الالتزام باستخدام دفتره التجاري ضد مصلحته بان يقشط او يشطب او يهمش في هذا الدفتر